أزالت كوادر أمانة أمانة الكبرى دوار الرابي في العاصمة أمان تمهيدا لتحويله إلى إشارة ضوئية وتعمل الأمانة بالتعاون مع إدارة السير المركزية على توفير وسائل السلامة المرورية في موقع العمل مع تعزيز عناصر إدارة السير وأعوان المرور في الموقع وكانت الأمانة عملت على إزالة كل من الدوار الخامس والسادس على غرار تجربة الدوارين الثامن والسابع بعد دراسات مرورية لإيجاد حلول للتخفيف من الازدحمات وخلال جولة رؤية في موقع دوار الرابي استهجن عدد من مالكي المحال التجارية قرار إزالة الدوار معتبرين أنه سيتسبب في قطع أرزاقهم إزالته سيؤثر على المحلات التجارية هنا كان أول فيه مكان للإصطفاف السيارات سيمنعونه سيؤثر كله على الزباين سيؤثر على التجار بشكل مباشر يعني راح يصير أزمات سير خانقة هون كل الشارع السيارات اللي بشارع وادي السجرة كلها راح تتحول لمنطقة الرابية يعني راح تعمل إغلاقات والمرور يعني لا مفروض أمين عمان يشوف له حل بشغلة الباص السريع مفروض ينجز مرحلة مرحلة راح يأثر على لأنه هنا بالرابي ما في أزمة وراح يأثر على المحلات التجارية اللي بالرابي هون وراح يصير صعوبات على الرايح والجاي هون وراح كل وادي سقرة كل اللي تحت يسكروا يعني لو يكون شارع أوسع بس صراحة شارع كلها صغيرة ما بتزبط يعني ما بتزبط فيها صعوبات ترجمة نانسي قنقر